في البداية أحبائي خلوني أعطي بعض الملحوظات قبل ما أخوض في الرد على هذا السؤال المهم لازم ندرك ونعرف عدة أمور أول شيء لازم لما ندرس الكتاب المقدس لازم ندرس عن طبيعة الله من هو الله كيف يعلن الله عن ذاته كيف الله بيتواصل مع البشر وهل طريقة التواصل تتمشى بتتناسب مع أسلوب الله ومع إرادة الله فلما ندرس عن شخص الله ندرك عدة حقائق إن الله هو إله غير متغير الله ما بيتغير مع الزمن يعني في العهد القديم كان بيعمل شيء معين بالعهد الجديد عم بيعلن عن ذاته بطريقة مختلفة الله سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد هو الله هو إله غير متغير هذا الإله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس على الممالك على الشعوب على البشر فالله هو المهيمن والله هو السيد والله بكلمات مبسطة هو الملك فهو يملك كل شيء هو مالك السماوات ومالك الأرض